عن المنتجات التراثية يحكي التقرير التالي المسموعات اليدوية فنًا وثقافة للشعوب تتوأرثها الأجيال لتعكس مستوى من التواصل وجدت اهتماما في جمعها وحفظها كاميرا الشروق زارت المعرض المستمر للتراث بالجنينة والذي شارك به جامعه في العديد من المعارض في الداخل والخارج مدينة الجنين بعراقتها وقدمها ذات تباين سكاني وقبائل كثيرة لكل تراثها تتبارى وتتمسك به لتعكس أصالتها وتاريخها ولكن هناك عادات وتراث متداخل ومشترك يمتد حتى الجارة شاد وفي التراثية تأتي أشكال لأدوات مطبخية وجمالية وأخرى للصيد والدفاع فتأتي العمرة والكريو والقدح والسفروق والحربة وغيرها ولكن لكل أغراضه البرتال يصنع من السعف الملون ليزين بأشكال وألوان تترجم الإنعكاسات الداخلية والأحاسيس والمشاعر وفي غالب الأحيان تصنعه النساء الدبنقة مغزن لكل الحبوب الغذائية ويمكن أن تحفظ فيه لفترات طويلة لا تدخل الحشرات تصنع من الطين الأخضر وتعامل بلطف ودقة عند ترحيلها هي وقفة داخل المعرض المستمر بالجنينة في جانب من تراث وثقافة المنطقة وقال شاعرها هذا تراث لنا فخر نسجله وليس مكتملا وطبع المرء نساي بخيت حسن علي الشروق ولاية غرب دارفور الجنينة